اشتركوا في القناة 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 كل ما قيل كل ما قيل ببعلبك مبارح مروره وتعزيته بشهداء الجيش هذه لفتي رائعة جدا من قبل غبطة البطريارك وانا كنايب وزملائي النواب اللي عرفوني طالع هلأ طلبوا مني يحكي باسمهم قول انه باسم تكتل بعلبك الهرمي للعشر نواب نقول له للبطريارك كانت لفتة نحن نضعها في خانة ذهبية طيب هي لفتة البطريارك بس بالمعالجات شو عم بصير يوم يعني حضرتك خيب المعالجات جريمة صارخة تؤثر على المنطقة على العيش الواحد في هذه المنطقة بس أربعين يوم بعد ما صار شي شفنا حزب الله من الشيخ محمد ياسبك عمل خطوات كبيرة البطريارك الراعي من جهة تاني كمان ولكن بعد ما تحلح لشي وقال انه مرتكبين الجريمة صاروا بسورية مبارف زدائي المعلومة لايك لحلك شغلي بهذا الموضوع لنكون واضحين وحتى ما نحكي أو بتنحل على صعيد المواطني والأنون نعم وإذا بدأت تنحل على هذا الصعيد يلي نحن نحن تحديدا صار تلتر باع بعلبك الهرميل تستوي تحت هذه البروستدور يعني هذه الأصول إنه في مواطنين بغض النظر من أي عائلة في مواطنين دخلوا على بيت لبناني وارتكبوا جريمة نعم هذه ما بتنحل إلا إنه الدولة تقبض على اللي ارتكبوا الجريمة وتحاكمون تبعا في غطاء سياسة أو عشائر الغطاء السياسة شو يعني كلمة غطاء سياسة يعني حدا مغطيون حدا حمين رواد رواد كلمة الغطاء السياسة إذا بتقول في غطاء سياسة ببشرع أحدا رأسك لأين بيروح مش على القوات البنانية إذا بتقول في غطاء سياسة ببيروت عحدا ببيروح على تيار إذا بتقول في غطاء سياسة ببعلبك الهرميل عشو بيروح مش على حزب الله أو حركة أمل إن هذين الحزبين مسؤولين عنهم دولة الرئيس برري والسيد حسن عبر الشيخ محمد يازبي هم أكثر تشددا للقبض على المجرمين مني أنا مني أنا المنصاب لأنه صبحي ومرته بعتبر أنا مصاب بخاي ومرت خاي أنا شخصيا عدا عن كوني نايب وبعتبر أنه المنطقة كلها مصابة مش المنطقة المسيحية بعلبك الهرميل كلها مصابة صحيح انطلاقا من هون الغطاء السياسة أنا عم بقول لك غير موجود أستطيع أن أؤكد هذا الكلام غطاء سياسة غير موجود يعني حركة أمل لا سمح الله ضب أو مساعدة مش مزبوط هذا حكي غير طبيعي حزب الله الأكثر تشددا مثله مثل حركة أمل هذا كلام هلأ حدا عم بيساعدهم في كتير ما هو الميدانيين هني أقوى منها هلأ أنا ببعلبك الهرميل بهذا الدمان أنا أضعف من بعض الفعاليات الميدانية شيني الفعاليات الميدانية يعني هاودي الطفرين الطفار يلي بيتعاطوا بالخطف يلي بيتعاطوا بالسرقة وهودي كلي قليلي ولكن عاملين تاش سوداء بمنطقتنا كبيرة كتير بس هناك خطة أمنية للقبضة عليون شعر ألا أنا طلعت لعند آية الجيش وطلع التكتل بعلبك الهرميل كله وحاطت كل تقلو الزلب الطفر ما في أصعب منه يا جماعة الطفر صعب مش مظبوط إنه الجيش قبدو شي لقاتهم طب قائد المغوير شامل روكس صورت حكي أنا ويال عميد شامل روكس شي ثلاث أربع مرات حاطت كل تقلو بهذا الموضوع عم بحكي أبلح مدير فرع مدير فرع مخابرات البقاع والجيش وكل تركيب الجيش بأبلح صورنا حكيين معهم أكتر من مرة حاطتين كل تقلو في جو بالدولة أكيدة بدأت جيب اللي ارتكبوا الجريمة هل هني قدرين عم بتقول لي أنت هل عم بتقول لي وأغلبية اللي عم بيقولوا أنه صاروا بسوريا صاروا بسوريا أنا عم بسم صحفة نهار وأنا وأنا كمان وصل لي هالكلام وما بعرفش اسمت ضيعة اللي عم بيقولولي أنا فيها حيات ضيعة ما بعرف شيني ما بعرفها حريكة مدري حطية ما بالمهم انت لاقا من هون رواد إيه في في تقصير في تقصير بالقدرة طبع الدولة على على الخاطفين وعلى مرتكبي على مرتكبي هذه الجريمة بسميها أنا أبشع جريمة مرأت بتاريخ منطقتنا منذ أن أنشئت المنطقة لأنه لا لا على صعيد المواطني والقانون عم تنحل ولا على صعيد المنطق العشائري عم تنحل انتبه المنطق العشائري هلأ أنت رواد ابن جبال أو ابن جوني أو ابن بتقول بيفكروا المنطق العشائري يعني منطق هو من أحلى المنطق إذا منرجع عليه وقعد تفكر أنه قديما على أيام العشائر وقت كان إلى حضور وقعد تفكر أنه هاي الجريمة بتطول بينهدر دم هن 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 المسؤولين بالعشيرة ما بيناموا قبل ما يلقطوهم هذا منطق العشائر القديم اللي أنا وعيله اللي أنا وعيله ياللي هلأ شوية داب صحيح في كتير أوادم بباد جعفر بيتمنوا أنه يتسلموا ها والشباب بس مش قادرين يسلمون في مثلا العشائر وقت اللي يجوا لعنا عبتدعي بعد ما كان في دفن المرحومي نديمي ودفن المرحوم صبحي يجوا العشائر حكيوا كلام أحلى من كلامنا ما فينا لما نستوي تحته كلام رائع جدا من أهم الكلام اللي قالوا يحيى شماص وعباس شماص ومشيخ يعني مع الحفاظ على الألقاب وكل مسؤولي العشائر اللي قالوا كان كلاما وكلاما جديا مش كلاما للكلام عسل تحل بهذه الطريقة هذه القضية وفي كتير عالم من بجعفر يحكوني يسين جعفر يحكيني عندي أصدقاء ببجعفر يحكوني عادة عن أنه يا عمي نحن والله العظيم مصابين في واحد من بجعفر صديقي ما بدي يقول منه وقال لي العر ليحقني بس لأنه بيحملوا الاسم هلأ هؤلاء كمواطنين عم يتصرفوا إذا بدنا نحيد عن منطق العشائر بدنا منطق الدولة يلي كل العالم ميالي لمنطق الدولة منطق الدولة يقول أنه لازم ينوضع خطة أمنية كبيرة لينقبض عليهم يعني هاي الجريمة بشعة وصارخة لدرجة أنه بينعملها خطة خاصة مش بينقال أنه يخي الطفار عم يهربوا عجرود طويلة عريضة ونحن منهمكين أمام التكفيريين هلأ وامام هون ومش قادرين لا لازم ينعمل خطة خاصة بها يعني راحوا على سوريا لازم ينحكى معحدة بسوريا لتسليم المجرد هؤلاء لازم يتسلموا نعم عسى أن تحل هذه القضية وصلنا لهون كنا نحن نحكي عن زيارة البطرك الراعي برحلة بعلبك لافت بالسياسة يعرف عن تضامنه مع شهداء الجيش والمقاومة ويقول جئتوا لأحيي الجيش والمقاومة موقف متقدم البطرك الراعي أنا برأيي أنا برأيي أنا برأيي البطرك كان حاملا في جعبته بهذه الزيارة مباريح كان حاملا إحقاق الحق هذا يصب في خانة إحقاق الحق بس أنه يشيد بالمقاومة بشهداء لك بديس لك سؤال بديس لك سؤال هذا موقف متقدم لبكركي هلأ أنا مني مني منك معروف مني إذا بدي أنا بدي شد عقيده لسيدنا البطرك وثمن مقال بس أنا مني تطلع شو ما يميل حليف المقاومة صحيح أي إنسان تاني مفروض يشد عقيد البطرك أنا آيل عندك رواد سيأتي يوم وقرب كتير هذا اليوم مش بس البطرك المروني كل الشخصيات الدينية والسياسية سيقولون هذا الكلام أنا ممنون البطرك أنه عم يسبق غيره كلام البطريارك الرائعي بالأمس بي إشدته بالجيش والمقاومة لقى أصداء إيجابية برأيك عند مناصرية مسيحية 14 أدار تحديداً للقوات اللبنانية بالمنطقة عندكم بالمنطقة 100% 100% كيف هذا بتصير؟ لأن مناصرية القوات اللبنانية أو كل 14 أدار من مسيحية المنطقة برجع بكرر لك طلع هلأ قلهم بدنا نجيب لكم الجيش الألماني نحطه فوق بس بدنا ناخد حزب الله والمقاومة من عندكم بيقولون لك منفل معه شو الحكي هي عم بللك إياها مثل ما هي بس هيدا بتتناقض مع الخيارات الاستراتيجية لزعميهم السياسيين بالحكي السياسي يختلف عن الحكي الشعبي هلأ بمنطقة ببعلبك فيه نوع من إجماع فيه إجماع إسلامي مسيحي فيه إجماع شيعي سني ماروني كاتوليكي يعني حضور المنطقة فيه إجماع يصل إلى حدود التسعين بالمية يثمن ما قاله البطريارك بالأمس وثمانة وتسعين بالمية لحتى لحتى ولو كيف لكان ما الإنسان هلأ بأزمة الوجود بخاف على حاله هذا القاتي لا بيله بسنة بعلبك ولا بيله بسنة عرسال ولا بيله بالسنة هذا القاتي إذا بيله بالسنة إذا بيله بحدا بيكون هالحدا مثله وهذا نحن ما منقبله ببعلبك إذا مثله للتكفيري أي واحد ببعلبك مثل التكفيري نحن ما منقبله فإذا هذا ما بيله أولا بالسنة الموجودين ببعلبك بكل المنطقة ببعلبك الهرميل ولا بيله بالشيعي ولا بيله بالمسيحي هذا بيله بحاله صارت سابتي لاش لا نشرع كتير صحيح فإذا نحن فيه إجماع ضد هذا الموضوع هلأ اللي رادد هذا مين قوة شو قوة الجيش مش هك صحيح طب فيه قوة كبيرة جدا مؤذرة للجيش دون أن تكون بأي شهر أنا بقول ما بدي إياها زيادة القوة بقول ما بدي إياها فائد القوة بقول ما بدي إياها طب رأيك البطرة كان بيحكي هذا الكلام بأزمة وجوده فائد القوة برفضه أنا برفضه أنا ابن ابن أي منطقة سمني لبدك إياها أي منطقة مارونية تنكانت أم كاثوليكية أم سنية أم شيعية مين عم يحكي مين عم يحكي شو فيه بالسياسي هلأ بس ترجع الأمور تصطف تحت خانة اللعبة السياسية يمكن ترجع تنفرز الأمور نتيجة أنه أنا هون وفلان هونيك طيب البطرة كان بيحكي هذا الكلام وبيشيد بشهداء أو بحيي شهداء المقاومة مثل شهداء الجيش لو لا زيارة المعايدة التصالحية إذا بدنا نسميها لوفد حزب الله لبكركي لا هي يا سلامي كيف لا إلا من زيارة البطرة الراعي للأراضي المحتلة لليوم في نوع من قطيعة بين وبين حزب الله حتى لو كان وكنت بتمنى الزيارة المعايدة ما تكون تمت تم هلا كان قال ذات الكلام البطرة ناطر لحد عايده لا يروح يقول الحقيقة يشهد للحق إنجيله بيقول له اشهد للحق الحق يحررك يا أخي أنا ماروني بس كيف علاقة فتور بين وبين حزب الله إلا من وقت زيارة الأراضي المحتلة بهذاك الموضوع شو بدي فيه بس هذا ما بيعني إنه بيخلي البطرة يفل عن إحقاق الحق وقول كلمة الحق لاش التماني اللي ماتوا بجرد بجرد بريتال هاو دي ما كانوا عم بيدافعوا عني أنا أمير رحمة صحيح هقول لاش ماتوا هاو لأن هايك بس هلأ بانت قاتل نحن وياهن لأنهم بالمقاومة لو كتل خيرهم متين مرة برجع بكرر لك رواد سيأتي كل من سيجلس أمامك هنا نحن سبقناهم بالشكر للمقاومة لبنان كله سيشكر المقاومة أنا أؤيد مقاله الشيخ نعيم آسم بالأمس جملة وتفصيلا بالحرف طيب أبنا فوت على الأمن ولا أختم ملف بكركي وحزب الله العلاقة اليوم برأيك رجعت لطبيعة طبعين الفريقين بين مين ومين بكركي وحزب الله خيل بكركي مش فريق بهالموضوع طرف ما نعمل لك فريق سيأتي بس طيب مرجع بين هذا المرجع وهذا الحزب يعني الكلام الكلام السوي السوي والطيب من قبل على لسان السيد إبراهيم أمين السيد يثبت ذلك يثبت ذلك كلام أهم مني أنا أقول لك ألا أجواب يثبت ذلك طيب على الهيمش ليس قال غالب أو زينب غالب صديقي مبارح دقيت له بس طلع الخبر أنا وكانت القصة طبيعية عنده كتير وقال لي قال لي أنا 14 سنة بهذا الملف حابب عنده قضايا تانية داخل الحزب وباقي في الحزب وتصريحه يعبر خير تعبير عن هالموضوع غالب أبو زينب لأنه رجل كان موجود بملف مهم جدا بيعمل صرخة إعلامية ولكن توضيحه يجب أن يخفت هذه الصرخة لازم لا بس ما في خلفيات تانية يعني بلاقيك فقط هال مجال أنا ما بعتقد ما بعتقد ليش لحتى نروح على التأويل وعلى تحت الطاول يشوفي ما زال مكشوفي القصة وصادقة وهن صادقين بأكويلهم يعني إذا يعني ما بيعملوا بروباقاندا إنه ما بيعملوا استئالة وهي مش استئالة لا مش نوعهم لا نوع القيادة من رأس هرمها ولا نوع القيادين القيادين مش هيدا النوع يعني لحتى تيجي تأول الآن في أمكنة أخرى بيتأول بالحزب ما بيتأول أبقى في البقاع أو الأحراء أعود إلى البقاع حكينا عن الشق عندكم بعلبك للهرمل شق انطلقنا من جريمة بتدعي ولكن الأمن والخطورة هي بمكان آخر مكان عم نشوفه اليوم تدعيات وبعرسال الجيش اللبناني أخذ إجراءات لضبط حركة المسلحين والإرهابيين بين عرسال وجرود عرسال شفنا أنه في عدد من الشبان عم يتظاهر ضد هذه الإجراءات عم يعطردوا عليهم غريبة ايه غريبة بأحضن ايه غريبة أنا بدي أدعي اللي بيسمعوا لي بعرسال يمكن يكون أدعي أدعي اللي بيسمعوا لي بعرسال لا فيه فيه هيا في عنا هيا كيف لك قوعة تغلط قوعة تعمموا الأسود على عرسال فيها أسود للأسف فيها أسود نعم بس قليل بس فيها أبيض كثير بس النقطة السوداء سبحان الله بتبين أكتر من الشرشف الأبيض يعني المسيحة البيضاء بس قبل بدأ أنت إلا بنشعي تصريح لأهل الموقفين المغطوفين العسكريين والنائس ياللي حرامت نكون فوق مضبوط حق علي غير المقايدة بأي أتمان بينزيبوا أولادنا فيه نحن نتشكروا على هيدا الموقف اللي وقفوا معنا ووعدنا أنه بدوا يمد إيدوا بالحكومة وساعدنا من خلال معالي الوزير ومن خلال الوزراء اللي عندنا ومن هون نتوجه لدولة الرئيس تمام سلام وللحكومة والشامعة أنه مرع على أولادنا عيد الأطحى وعيد الميلاد وهلأ قاتي المولد النبوي الشريف نتمنى عليهم أنه تكون عديتنا اليوم وبدنا العدية من مجلس الوزراء ممثل بدولة الرئيس تمام سلام أنه يعطينا بقى أولادنا على عيد المولد النبوي الشريف ونحن وعدنا أنه هو وعد أن يكون هالملاب بقى سريا ونحن 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 وعدنا الدول في التزام باللي طلبوا مننا واليوم ما لدينا أي تصعيد لأنه إن شاء الله موعدين بخير من الحكومة كما وعدنا سليمان بايك فرنجي بإذن الله إنه مع أي شيء ومع أي تامن ومع المقايضة اللي بيجيبه أولادنا فيه وشكرا إذن سمعنا مباشرة من نشعي إلى تصريح وفد أهالي العسكريين تخيل إسلامي بايك ما عنده تصريح على ما يبدو بس الأهالي صرحوا كمفروض حضرتك باللقاء اليوم أنا كان لازم كون فوق اعتذرت لأنه استدعيناك على حلقة عيناك لبات غيابة حتى عند نشعي كنت لحظة لأنه بعدها كنت مفكر أنه بدون يشيلوا لنا كيف تطلع البنت من المستشفى يعني أنا هون قريب يعني باقي هون لإني قريب من المستشفى بس كمان هذا موضوع بيهمني كتير ويهمني كتير وكنت كتير حابة بكون وكون مع أهالي العسكريين كأب نعم كأب كأب وكجد لأشعر جزء من شعورهم معهم كنت كتير حابة لأنه أنا كنت كتير حابة تب اليوم اليوم سعر نشوف إلا من قبل اليوم بس أكيد إسلامين فرنجية بيكون اللي قالوا نية بده يروح يطبه لأنه هو يترجم أقواله بأفعال مباشرة نعم من قبل اليوم منسمع كل مرة حلحلة وسيط جديد فات حدا عن الخط ظهر حدا من الخط بس بعده نفس الملف عالق بعد ما في ولا والإنفراج نبين بالأفق قال كلمة جنرال عون أول مصارت وكننا مسائبي بالتكتل عنا اجتماع شوف شو بيشوف هالزلمة وشو بيعرف قال قال وقته كلمة قال لازم تنحقل هاي القصة ميدانيا يعني وقت كانت عسكريا يعني عسكريا لأنه لأنه بعدين بعدين رايحين على أصعب مرحلة هي التفاوض مع مع إرهابيين ما في أي مبدأ من مبادئ الدول أو من مبادئ التعاطي بين فريقين أو من مبادئ التعاقد أو من مبادئ التفاوض ممكن يحترموه اللي ما بتعرف شو بدون يحترمو وشو ما بدون يحترمو مشان هايك أنا برأي هذا كلام كان كلام رجل دولي مسؤول وهيك عم بيصير مش مزبوط أنه أنا هلأ لو كنت وزير بهاي الحكومة بعرف أعمل أحسن من حدا من الوزراء الموجودين مش مزبوط أنه لو فيه رئيس حكومي آخر غير تمام باك لحيعمل غير إيه وضعنا بالبلد هيك شوية متعثر لأنه نحن بلدنا متعثر مش شخصيات متعثرة نحن بلدنا متعثر صحيح يجب أن نعترف نحن بلدنا متعثر في كل الزوايا هلأ بزاوية الأمن والإرهاب لحيكون لحيكون غير متعثر اللي أي مستوى مش متعذر فيه اقتصادي معيش خدمات متعثر بس منصر فيه تشعر كبير بهذا الملف أكتر من حدا فيه على الخط وحتى كحكومي ما شفنا أنه عنده سياسة موحدة لفت أكتر هو حراه وليد جنبلاط من خلال الوزير أنا برأيي هذا كان كتير غير سليم غير سليم ما هو إعلامي وما هو يعني وهذا يعني حتى لو فيه خلاف بالرأي أنا لا يظهر للخار أنا لا شئلت لك كنت بدي يكون فوق كأب شو معنات كأب شو يعني باللغة السياسية شو أصدر لأنه المسؤول ممكن ممكن يضطر ما يكون ما يروح على شعور الأب أنا من ناحيتي ما بعرف ما بيحملها بس فيه مسؤولين بالتاريخ ما فيهم يشتغلوا بشعور الأب بكل شي إذا اشتغلوا بشعور الأب بكل شي ما بيعودوا مسؤولين بالدولة حتى لو حتى لو عندهم ولد من أولادهم موجود يا ممرات المسؤول حتى بدوا ينسى أنه هو ولد من أولاده موجود بهذه الأزمة يجب أن يترفع على مشاعره حتى الإنسل خي المسؤولية ما في أصعب منها أنا عم بيعترف لك أنه ما فيني لا يا أنا عم بيقول لك من هلأ ما فيني لا يا في كتير عالم مثلا أنا مع يحق لهؤلاء أهالي العسكريين ما لا يحق لغيرهم بس مطرح هذه الحقوق عم تلجم الدولة ما عم تخليها تصرف مثل ما لازم عم يتحولوا كينوا بمرحلة من المراحل لا تنفيذ مطالب الخاطفين فقط لأنه ما احترموا السرية يلي هي أهم مبدأ ما احترموا ما احترموا حصرية التفاوض هون عسيسيين عم بيقول لك فيه أنا سميته تعثر تعثر نعم وهذا التعثر موجود موجود عطول طب بدي أرجع للأمن بس هلأ بس هلأ رايح ينضبط لأنه كل العالم بدأ نتيجة بدأ نتيجة إيجابية صح ما حدا ما بدوا يجوا أولادنا العسكريين عبيوتهم يا حرام أنا ما فيني يقول أنه في وزير بدوا يجوا أكتر من وزير تاني ما بيجوز الكل بدهم وهلأ مرأوا أهالي العسكريين عكال المرجعيين شفت شي مرجعية تختلف عن الأخرى بالعكس أبدا طبب بدأ أرجع للوضع الأمني كنا عم نحكي عن عرسال عن شو عم بيصير كنا نسمع داعش تحضر خلال رأس السنة لعمل كبير شفنا بالمقابل إجراءات جديدة للجيش اللبناني للحد من التحركات بين عرسال و الجرودة شفنا احتجاجات من عدد أهالي عرسال على إجراءات الجيش إذا بدأ نوصف بشكل موضوعي هذا المشهد شو عم بيصير عندكم أول شي كنت عم بقل لك وروحنا عب نشعي نعم والروح عب نشعي حلوة بس كنت عم بقل لك تهرب بس كنت عم بقل لك شغلي كنت عم بقل لك عن أهل العرساليين مش مصبوط هايك بدون يفكروا إذا ما فكروا هايك بيكون في أزمة يعني أي تدبير بياخدوا الجيش اللبناني بعد دراسات بعد تجارب على الأرض بعد كتير إشياء التدبير الأول اللي بدوا يحصب منه منفعة هي عرسال الأرض اللي لايها المشاكل بعدين بعلبق بعدين بيروت بعدين لبنان ما هو بيبلش من مكان ما ما بدك تبلش أنا إذا بدي أجي لعندك هلأ أنا جيت لعندك من كفرح بيب من بيتي يعني بلشت الخطوة الأولى لتدبير الجيش هي إرسال المنفعة لذلك أهالي إرسال لا يتظاهروا ولا يزعلوا حتى لو واحد عنده عنده شغل بالجرد وتعطل شغله شوية هلأ اللي تعطل شغله شوية عم يتظاهر وأهالي العسكريين اللي مخطوف ابنهم منه هو متضامن معهم لنشوف كيف مبارك إذا بس لأنه تعطل شغلون أو في خلفية تانية يعني أي خلفية تانية هي خلفية إجرامية مشبوهة ومشبوهة واليوم عم بقرأ قبل ما أقوص الله عندك شاب من أحسن عائلة من عيال عرسال قال لي أني شاب من عائلة من عيال عرسال لقطته مخابرات الجيش عم بيهرب واحد سوري مطلوب لانتمائي صحيح طب شو عم تعمل أنت يا ابن عرسال عم بتهرملي عم بتهربلي مطلوب لا فأذن وكيف مش لازم ياخدوا تدبير الجيش لازم ياخدوا تدبير أقصى وأنا برأي أنا برأي كان لازم تدبير التدبير اللي عم يتاخذ اليوم كان لازم يتاخذ مبارح والتدبير اللي عم يتاخذ مبارح لازم يتاخذ أقصى فيه شغل وخصوصي بموضوع عرسال يعني بعض الشخصيات في منهم بشوفهم محرضين عم بحكي تحديدا رئيس بلدية عرسال وأبو طائية البعض الآخر بشوفهم وسطاء ومنقذين وفعاليات لازم يكون تحاول معهم الجدل اللي مكفى بهذا الموضوع هو اللي لازم يتخل الأمور تظل دائما ملتبسة وظل بدون حل مظبوط أنا حتى هذا بتركه لسرية العمل ولا خلية الأزمة بعدين ببقى بحكي سيارة مش بس بموضوع المخطوفين مش بس بموضوع العسكريين المخطوفين بالموضوع الأمني كله أنا مثلا لايك أنا أنا ابن المنطقة القديم نعم الكلام اللي قالوا صبحي لحجائرة كلام كلام أول ما اثنين قام موقع عرسال نعم ذكر ما قال هاودي أماني عنده هذا كلام بيصيبه إلى أبد لأبي دين لأله لأبنه لحفيد لحفيد حفيد مصطفى لحجائرة أصدقى مصطفى أبو طائي أبو طائي قلت صبحي يمكن تكون نيته أحسن نية بالعالم يمكن تكون أسوأ نية ما بعرف عنه شي ما بعرف أصلا ما عمل أنه بعرف عالم باتلح جاير أصحابي بس هو ما بعرف لا من أديم ولا من أريد بس اللي شفته على التلفزيون اللي قاله كابن عرسال كابن بعلبك الهرميل اللي قاله هذا كلام بيصيبه سوءا منذ أن الأمانة فقدت من عنده حتى اليوم ذهابا إلى أجيال وأجيال بس هذا الشخص نفسه في البعض يتواصل معه البعض يسهله البعض يعتبره وسيط وبالتالي هذا البعض المسؤولين بالحكومة اللبنانية ومثل معالي الحجيرة بعض المسؤولين وعلى رأس سعد الحي استقبلوا جواب جواب بترك هذا الأمر لخلية الأزمة برئاسة تمام سلي خايف على الوضع الأمني يدهور أكتر الخوف موجود أوسع من نطاع عرسال الجرودة الخوف موجود ولكن التدابير اللي إخدها الجيش اللبناني فيها جدية وبالطمن وهذه هي قدرتنا وبالآخر لا حوله ولا قوته نعمل كل قدرتنا عم تعمل كل قدرتك عارس بس إذا نرى سيناريوات المطروحة بالإعلام أن الأمور لن تبقى محصورة بعرسال فقط وداعش عندها مخطط بعد ما سيطرت شبهة النصرة وما يسمى بالجيش الحر بالقلمون السورية عندها هدف توصل للبحر منفذ بحري من لبنان عندها قدرت توسع بلقيك خارج إطار عرسال وحدود وجرودة لا لا معدوم هذا السيناريو لألك ليش يعني هلأ المعادلة الثلاثية بركي بنعملها رباعية كمان بدل ما نلغيها جيش شعب ومقاومة بركي بتصور جيش ومقاومة وشعب ومن الشعب مدرور يكونوا ميليشيات يكون الجيش بيكونوا أنصار جيش لأنه لأنه طلعت هاي المعادلة اللي كان في عالم عم بي خشبي عم يرجموها لا شو بدي أنا بعدك محايدوا لا مش هلسا الرؤساء عندي فوق كل اعتبار حتى السابقين منهم حتى السابقين نعم المعادلة هايدي اللي سطرت في بيانات وزارية هايدي اللي سطروا ببيانات وزارية اللي سطروا وأصروا عليها سيشكرهم اللبنانيون واللي عم بناء ضوة وينقضوها دايما لح يتراجعوا عن هذا النقض لأنه الواقعية ستغلب الدماجوجية نعم نحن بحاجة لهذا الحضور في لبنان المساند للجيش اللبناني في زمن في زمن استثنائي قاهر بحاجة أنه نكون كلنا هلأ سويسرا الدولة الريئة والمباقي بتلاقيها الاحتياط طبعا كل شعبه نعم أنت عارف أنه احتياط سويسرا كل شعبه ونحن أنا لأوين ليصور احتياط الجيش اللبناني كل شعبه بعد الفاصل بدنا نروح للمواضيع السياسية حوار حزب الله المستقبل حوار العماد عون مع سامير جعجع الملف الرئاسي وغيره من المواضيع السياسية فاصل ونعود بعضه المتابعة في حوار اليوم مع ضيفنا النائب امير رحمي مجددا مجددا اهلا بكم إلى حوار اليوم مع ضيفنا عضوة كتوة التغيير والإصلاح النائب امير رحمي منكرر ترحيب فيك وندخل الملفات السياسية حزب الله يحاول المستقبل شو رح يطلع منه تخفيض حدة التشنج نعم ما تعتبرها عنوان فولكلوري بيغلطوا اللبنانيين إذا بيفكروا شو يعني أنه ما بقى فيه تشنج من الأساس ما يشنجونها لأ اي قصة كتير مهمة التشنج بالخطاب بين بين الأرضيتين السنية والشيعية تخفيضها من قبل هذين المكونين الأساسيين في لبنان هي قصة مهمة جدا 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 وتدخل ضمن أولويات في سلم الأمور المستعصية بس فقط هيك واحد مهمة كتير بس هذي ما بتصير إلا عندها متابعة أقليمية يعني السعودي وإيران يكونوا كمان عندهم هذين نية مش لايك أكيد أن السعودية موافقة نعم أكيد والأكيد أكتر والأكيد أنه إيران موافقة ولو كل واحد بحلة تانية لأنه القرار عميلة إيران بياخده اللبناني هون والأرار عميلة السعودية بياخده اللبناني بس إذا السعودي رافض يعني يعني الأرار اللي بيمشي بإيران بياخده اللبناني بياخده السيد حسن هون نعم هاي ما حدا عم بيصدقها ويا هيك مش إنه إيران بتقوله للسيد حسن لأ ما بدنا تفاوض بيقوله لأ لازم التفاوض وبتقتنع إيران نعم وعالمائلة التانية خليني مفوت بتفاصيل الاثنين هذا باللغة العامة بنقال أنه هذا في حكي إيراني سعودية لأنه حزب الله وطيار المستابل عم يحكوا مع بعض في حكي إيراني سعودية أول مفايله بتعديق السنية الشعية أمتى بيصير بعباية غير لبنانية يعني إيرانية وسعودية نتمنىها اليوم قبل الغاد نعم وصلنا هدأ الساحة السنية الشعية على بعض بعدين خلصت هون مفايله لا 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 تخزني في الخمس نئات التي تروحهم الرئيس بري العراب العراب اللي بيدور الزوايا بشكل رائع جدا شنيني سميلي إياهن عبل ما أقول شو هني بدأ لك أنه الرئيس السنيورة بذكرى اغتيال الوزير محمد الشطح بيقول أن الحوار يصل إلى نتائج إيجابية هذا الرئيس السنيورة في كتلة المستقبل أنا مش من رأيه كان يقول حتى لو مش واصل لنتائج إيجابية يلاقي إلى مع منه هو باللغة العربية مهم كان يلاقي إلى تورنيور تانية بس باللغة السياسية بل كما أنه راضي على الحوار لأنه كمان قرينا بالصحف أنه فيه شقين بتايا فإذا بتكون مشكلته عنده وبما أن المشكلة عنده ما بتنقال بمناسبة عامة رايحة على كل اللبنانيين لأنه لأنه اغتيال شطح يخص كل الناس يخص نعم قبل ما أكون بالنقاط الخمسة الواردة تفقوا علي أو لا بدي أحكي شوي عن قصة المحكمة الدولية والكلام عن إمكان استدعاء نائب من حزب الله ستعكر صفه هذا الحوار أو لا بين المستقبل والحزب لحد هلأ ما نبين هك لا بعد ما صار الاستدعاء ما صار الجلسة الثانية بس لما تصير بس هايدي الأدلة الزرفية تعرف شينيها هاي تعرف شو عم تعمل المحكمة الدولية ياللي أنا أنا بعتذر يعني من زمان مسمية موقع سياسي وليست موقعا قضائيا نعم لإحكا بس هذا الموقع تعرف شو تعرف هايدي الأدلة الزرفية طبعا الاتصالات ممكن يطلع المدعي مدعي علي والمتهم بري والبري متهم يا عم اللبنانيين كلهم بيتصلوا ببعضهم هاي هاي هالأدلة الزرفية تبعا للاتصالات مطاطة باللغة القانونية بشكل إنه بتاخدك بتاخدك مش تحت الأصول القانونية وتحت قناعة القاضي والنصوص وخصوصي بالجزاء لأنه هاي قضية جزائية بامتياز اللي عم بتصير مما يعني ودائما ملاحظ يا زلمي من أول ما ركبت المحكم إلى هلأ ما بيطلع شي مفاجئ إلا بزمن سياسي صارخ بلبنان غريب يا هالقصة صحي ايه ولا مرة كيف يا خي الصدفة بتقطع مرة بتقطع مرتين بس الصدف ما بتقطع كل المرات طيب ما بدي غوص كتير لكي يلاقوا عكر صفو إزالة التشنج ما كله مشنج كله بيني وبينك ايه بعترف معك انه كله مشنج تيار المستقبل بده يحوير حزب الله لا يوصل لرئيس توافو حزب الله عم بحوير تيار المستقبل لا يقول له روح شوف العمدعون شو بده كمان كيف بده نتفعل بالرئاسة بالرئاسة بتخلص بكلمة اللي قال وسيد حسن انه برئاسة الجمهورية حكوه مع الجنرال عون مرشحنا نهائي بس سيار المستقبل بيقول وواضحة كان بالمقاولة التلفزيونية الأخيرة لسعد الحريري العمدعون في فيتو عليه من قصة من 14 أدار سمير جعجع غير مقبول من 8 أدار بالتالي حطوهم 2 أعجنب ونروح لمرشح توافقي هو مازال كلهم قالوا القصة عند المسيحيين بعده السيد حسن مصر اللي عم يقول الكلام يحكوها مع الجنرال عون ما حكوه حكوه سعد الحريري والعماد عون ما وصلوا لنتيجة ما بلش الأول لقاء تحاوري بآخر فترة كان بان هالشخص بدل يضلوا يحكو لا يوصلوا للنتيجة ما وحدا رح يتراجع عن موقفهم والسيد حسن خب رئيش بتخلص بها السهولة بها الصعوبة بها الصعوبة أقول لك بها الصعوبة بها الصعوبة كيف علقت العماد عون وسعد الحريري مقطوعة تعرف هذا الملف ما تعطيت فيه أبدا بس من بيني هيك إنه شوي مش مقطوعة كلمة مقطوعة كبيرة وكلمة مسهلة كبيرة معطلة معطلة ويرد تحرك ويرد حالي صلح فيه شي عطل إلا ما بينعملوا إصلاحات هلأ إذا تعطلت سيار تتركها معطلة تتصلحها لتصلح على المطرح منك سأتلقى الميكانيسيان الشاطر البدا ميكانيسيان شاطر مين قدري قده الدور اليوم الميكانيسيان الشاطر بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر السيد حسن وردك حالي يصلح بيناتهم أول شي لا ما بس نقعد معه هذا الزلم لديه منطق ممسوك ومتماسك بيوحي جيدا حتى على خصمه اليوم هلأدوس أنتم منتمسك حزب الله بترشيح العماد عمون أكثر من أكثر من بعض يعني أكثر شي أكثر شي مطمئنين أنه جدة هو ترشيح حزب الله للجنرال عون أكثر من شو كيف بدك تقول أكثر من بعض أكثر من ترشيحي للجنرال عون مش هذا كان أصدق لا أكثر أنا 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 مش نحنا مرشعين للجنرال عون بقلب تكتلنا الواسع أكثر من أكثر أكثر تنين مرشحين للعماد عون لرئاسة الجمهورية هن سلامان فرنجي وسيد حسن صلى الله ونبيه بري أكثر ونبيه بري ثالث يخطئ من يلعب على الوتر الآخر أنه نبيه بري عنده مدري مين الرئيس بري قديش قديش فنان بالجدلية قديش ثابت بالالتزام هلا كل فريقنا رايع هذا الترشح والرئيس بري ما بيكون أحد أعمدته الأساسية بيكونوا ما بيعرفوا للرئيس بري الرئيس بري اللي بيعمل كتير بالعلاقات لمصلحة وطنية بيعمل صخرة صخرة آسية بالالتزامات الأساسية وستراتيجية برأيك مقابل شو ورد العماد عوني تراجع عن ترشيحه مقابل إنقاذ الجمهورية إنقاذا جديا يعني مثلا بالضوحة كم فيه أنو الانتخاب كم فيه شراكة بالحكومة يتنازل عن ترشيحه اليوم ما بدي أحكي فيه معنى أنا بيعتبر إنه إنه غلطنا بالدوحة غلطوا بالتراجع أو بالثمن سياسي سبت إنه بلبنان إذا بقت صحيح بدك تلقت السلطة وقالنا منطلع غير إصلاحيين وغير تصحيحيين تب اليوم وقتما تشوفوا قاعدين طيار المستقبل وحزب الله ما بتشفوا حالكم كفارية مسيحي مستبعات بدي ذحكك شو وقتنا نقعد بتكتل التغيير والإصلاح يعدوا يطرحوا قد ما بدك نظريات رفقاتنا وكلها مظبوطة يسمعني جنرال عون عمد ابنم أنا قل له القصة يا جنرال بدأ دبس تلاوز نحنا عنا بدأ يعني بدأ بالآخر قال لي شو بيك شو بيك قلت له نلقت السلطة نرجع نعمل هاو نحنا عم نحكي هاو قبل ما نلقت السلطة بدك تلقت السلطة لتعمل إصلاحك مش مظبوط أتاتير عمل تركية العظمة لأنه كان عم يعمل إرشادات كتابية ورسائل للشعب التركي نعم ما عم بقول أنه بدنا نعمل إنقلاب عم بقول بدنا نعمل بدنا نعمل رئاسة فيها الزعيم الأول المسيحي مسائب بفريق سياسي معين بدنا يلازم يجي رئيس حكومة من فريق التاني لا يدخل كل لبنان على السلطة التنفيذية في منهم بيقول لك ولوما رئيس مجلس النواب خي رئيس مجلس النواب إذا هو عنده هالة الزعيم بس هو رئيس سلطة التشريية أنا عم بيحكي عن السلطة التنفيذية تاني شي ما يربحونا جميلة بدولة الرئيس بره هن الآخرين لأنه ما فيك تعمل رئيس مجلس نواب منه نايب وما فيه بمجلس النواب هلأ إلا الرئيس بره لا يعمل رئيس مجلس نواب يعني هن عندهم هن لازم يكونوا ممنونين أنه الرئيس بره الرئيس بره عم بيكون المرشح دائم لرئاسة مجلس النواب ما يش أيدي هو هو مفيد جدا لإلهم أكتر منه لإلنا مفيد جدا لك إيه ليش لأنه هذا الشخصية اللي بيلعب دور رئيس المجلس للجميع هذه الشخصية وهو رئيس حركة أمل هو بفريقنا السياسة وعنده القدرة أن يكون أن يكون رئيس مجلس نواب للجميع هايدي هايدي كتير مهمة فظيعة هايدي قصة هايدي نعمة إيجتنا معه بهذا الموضوع يتعاطى يتعاطى مع النائب اللي هو خصمه اللي هو ممكن يكون عامل قط حزن بحقه يتعاطى معه كنائب مثل ما بيتعاطى هايدي قصة ما حدا بينتبه له هاي قصة مهمة خليها نحطها عجناب وهيدي قيمة مضافة للأوضاع اليوم أنتو بشيفين حاجة كمسيحيين مستبعدين عن حوال حزب الله رواد سلطة التنفيذية لازم يكون فيها رئيس جمهورية ورئيس حكومة قويين جدا 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 بس رئيس جمهورية منهم 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 سلطة التنفيذية لبنان بحاجة لمعادلة تعاون حريري اليوم قبل بكرة لمصلحة الجميع لمصلحة الجميع وأنا أعرف أنا هذا الكلام قلته أمام سفراء ويعتبرون هؤلاء السفراء يعتبرون ميالين لأربعة عشر وكانوا متجاوبين مع هذا الطرح أنا عم بقول لك معادلة تفيد لبنان أكتر أكتر ما بتفيد الجنرال عاون بتفيدنا أكتر بكتير قلقين أنتو اليوم من أنو حوار سن شيعي يكون على حساب المسيحيين لا ما عندكم يا ربا شو مطمّنكم أخلاق المفاوض الحليف حزب الله وحتى أخلاق المفاوض المش حليف منو عاطل أخلاق المفاوض هلأ يعني منو جاي لا يلغي يعني سعد الحريري مش جاي لا يلغي المسيحيين بس حلفيقوا عم يشكوا منو انو تراجع يستفل هو أنا عم بقول أنا حليفه ومني حليفه وعم بقول لا أخلاقه لا تستوي تحت هذه المعادلة بس نحن نحن نحكي عن حليفنا نعم عن الحليفين المتعاطيين في هذا الموضوع سيد حسن نصر الله والرئيس بري ومش حالكم أنتوين ومش ماشي حالنا مطمئنين اطمئنانا عالي الشأن طيب كل ما حكينا عمالف دئاس الجمهورية بيقولوا شوفوا المسيحيين شو بدهم المسيحيين في خطوة كمان انت رح تخبرنا إذا ستتم أو لا لقاء العمادعون وسمير جعجع ستتم متى مسارة رايحة متى لا يلبس ستتم وما بدي إياي يجي حافظ بس جي ستتم شو جي ماشي من معلها بعد رابعي لا لا ستتم ستتم أبر رصني أو بعد رصني مسارة بيقول لي أنا والله ما عم بتعاطف إياه أبدا شكل حسي إذا تعطيت ممكن يعني عم نريحها لازم ترتاح للآخر هترح مرايحة ستتم أكيد ما بتعرف حتى إذا رصني أو بعده لا ما بعرف لا ما بعرف بس أكيد بعد رصني لأنه ما هلأ نحن برصني لا رصني يعني قبل الأربع أو بعد الأربع ممكن كله ممكن ممكن اليوم ممكن ممكن يكون تم الاتفاق يعني صارت بالمدى القريب وصل سامير جعجع العرابي سلم مع بعضهم تصور الصورة اللح توزع للأعلام وخلصت كل واحد عنده خلفيته العماد عون بدوا يلتقي ليأكد شراك المسيحي بالحكم وأهمية ترشحه سامير جعجع بدوا يلتقي ليقول أنا بسحب حالي سحب حالك ونروح لشخص ثالث أصلا أنه نصال نصال يقول الدكتور جعجع بسحب حالي اسحاب حالك هذه كانت خطوة خاطئة من قبل سامير جعجع لا بالعكس خطوة ربحة عند سامير جعجع من قبل مين لأنه سامير جعجع يعرف تمام المعرفة هو ترشحه لا يوصل إلى رئاسة والجنرال عون هو مش مرشح إلا للرئاسة نعم فإذا هذه خطوة ربحة لسامير جعجع مش لا بس خساركم فيها ايه أنا أعترف وبالتالي نكفى بهذه المعاهدة لهو ايه بس انت خايف على الجنرال عون يلي يلي يجترح 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 بعض الأمور اللي ما بيكون هذا مرتقبة متل شو يعني واثنين واثنين مطرح ما وصل الجنرال عون يدلل على حرصه على الجمهورية وعلى البلد وعلى المصلحة المسيحية وعلى المصلحة سمير جعجع يقنع العماد عون بسحب ترشيحه لا الله الله يكون سمير جعجع تنازل عن الرئيس القوي لأنه هو كثير حاضر بالرئيس القوي سمير جعجع حاضر أكثر من الجنرال عون بالرئيس القوي وحكي ببكركي أنه بدنا نخلص بقى صار لازم يكون في رئيس قوي أكثر من غير ما بيقدر كمان ما فيه ضلي ناقض حالو أكثر من مرة واللقاء الأرثوذوكسي دليل باللقاء الأرثوذوكسي أنا وقت طرحت شي منو تأييد للأرثوذوكسي كامل أخذ الكلام من بعدي الدكتور جعجع من البطرق وبدون ما يسميني حطني تحت الأرض كفا استسلاما كفا خنوعا كفا كزا نحنا الموجودين هون منطفق على هذا القانون منطحش فيه شركاءنا بيوافقه نعم أنا قلت برافو يلا وأز طلع أنه بعدين ما طلع اللي طاحش فيه عونه وسليمين فرنجية اللي ما قالوا هاي الكلام اللي ما قالوا لهي الكلام طيب الملف الرئاسي إذا طلق ما بدي يرجع فوت فيه هذا الموضوع أنا مع نسهل الطريق أنه يتفقوا يقعدوا مع بعضون مثل قصة حزب الله وتيار المستقبل قصتنا نحنا مع ما أنه ما في زيت الخلافات قصتنا أنه يقعد جنرال عون يعني هو والدكتور سمير جعجع قصة هيئتها أنا عم جاوبك أنه أخدي مسار اللي بيواصل بعدين نتائج هذه الجلسة نعسى يدب شوية النتائج بده معجز في زمان معجزات هلأ وبعده شو سامد صغير بالسياسة لا شو بدي أقول لك ما بيتأمم أنه بيطلع أنه بيطلع أنه ما هو منطقي ما هو منطقي باجتماعات الأربعة ببكركة أنه يقوموا يرشحوا بشيل عون لرئاسة الجمهورية تخيي أنا لا مش برأينا برأي المنطق ما هي منطق ما كل واحد المنطق اللي عنده كتلة اللي عنده كتلة اللي عنده كتلة من 25 ل 27 نايم بيجي اللي عنده كتلة 8 نواب بيقول له أنا مش أنت لا قال له لا أنا ولا أنت بمنطق الأربعة شو بدي بمنطق 128 نايم نحن طلعنا أربعة نتفق على رئاسة الجمهورية خيطلعنا أربعة جينا لعندك يا 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 رواد أربعة بدنا نعمل شركة تجارية أنا جاي بمليون دولار والدكتور جعجع جاي ب500 ألف دولار والشيخ أمين جاي ب400 ألف اللي هني مش هيك وواحد من هالأربعة قال أنا ماشي بإيميل سلامان فرنجي قال فأنا ماشي بعون صرنا ثلاثة نعم صرنا ثلاثة وما اتفقنا أنت كيف تحلل المشكلة مين بيعمل رئيس مجلس إدارة بهذا الموضوع مش اللي معه مش اللي جايب اللي جايب ميزانية أكبر أو بتفرط الشركة أو بتفرط الشركة اللي بيفرط اللي فرط الشركة بيكون هو معرقل إنه حتى يطلع الجنرال مش معرقل لازم يقول أنا عندي الكتلة الصغرى كيف يعني بيلغينا نحن كنواب بيقلنا يا شباب أنتوا بالتكتل أنتوا وهميين أنتوا أشباح أنا عندي ما عندي نواب أنا حظي عاطل طلع عندي أصغر كتلة بين الأقطاب مما يعني لازم نمشي بالكتلة اللي بالقطب اللي عنده كتلة أكبر أنا بما أنه أنتوا أشباح عندي كتلة من فيه واحد مش شبح بس اسمه مازلا خلينا نقول إبراهيم كنعان والبق بكلنا أشباح أنا عندي نايب أنا ويا نايبين سمير جعجع عنده عنده ثمانة فإذا نمشي باللي عنده ثمانة شو بده يعمل شو مطلوب من مشي العون باللعب باللعب اللي بلشوها ببكركة نحنا عملنا شغلي مش هني لكل العالم عم بتقول لازم المسيحيين يراجعوا بعض ونحنا منمشي صح طب المسيحيين شو عملوا يا خي بالمنطق العشائري بالمنطق الأنوني بالمنطق المنطق بمنطق إحقاق الحق وأعطاء لكل صاحب حصته حصته كيف إلي كيف ليش عملوا فإذا لشو طلعت بكركة لشو اجتماع الأربعة من الأساس اليوم بهذا السياء مش مطلوب موقف والأربعة قرروا أنه خارج أنه خارج الرئيس القوي الممثل في مجلس النواب وفي الشعب ممنوع هالمرة بكفة صارنا أربعة وعشرين سنة عم ننحدر ليش ما عملوا يا عملوا شو المنطق تبعها في واحد من هؤلاء الأربعة عام بيعطر رح أمشي معك في ما في بسياء الموضوع أنه بكركة لازم تاخد الموضوع لازم تقول الكلمة الفصل لازم ما أخذ لا ما أخذ أنا أنا عندي شغلة أنه وقت اللي اختلفوا بيجي البترك بيقلهم ليكم اختلفتوا كنت بتمنى تتفقوا بس لأنكم اختلفتوا أنا بقول إذا بدنا نبقى على الأربعة الممثلين شخصيا سليمين بايك شكرا لأنه أنت الوحيد لساعتني وقلت أنك مش مرشح بس أنا هلأ صرت مضطر قول أنه اللي معه اللي معه الصرة الأكبر فلنمشي به وقال لشو الاجتماعات يا أخي أنا هلأ إذا بكرة قرروا بداير الأحمر ثلاث أربع عيال يجوا يحتكموا عندي بشغلة وما اتفقوا أنا كيف أعمل حكم بالآخر غير أنه اللي معه الحق أكتر الحضور أكتر بمشي فيه لمصلحة لمصلحة منطقتي ولمصلحة ضايعتي نعم عسى أنه لال2015 الدكتور طارق حبشي وقتل كان يقلف البلديات بداير الأحمر يقول له نتوافقوا وبالآخر يقول يقول لمصلحة منطقة لمصلحة الداير مشينا باللي عنده هجع بهذه المنيحة للمصلحة بده يقول بالآخر ولا ما فيك تعمل حكم إذا ما قلت هلأ أنا ما عم جيب سيرة البطرك يمكن هو يحق للبطرك ما لا يحق لغيره ما بدي فوت شو أعمل بس عم بقول أنا هلأ بكرة إذا قعد ميشيل عون وسامير جعجع المنطق البسيط السهل اللي ما علي غبار انه يقول له والله يا جنرال عون شو بدي أعمل أنا ما بدي إياك رئيس بس المنطق بيقول اللي معه نواب أكتر بيعمل رئيس أعطوني منطق تاني يا جماعة أنا والله والقصة عندنا نحن لموارني حتى مش عند المسيحيين حاجة نقول المسيحيين لأنه الأرثوديكس مش هايك عملين والكويتلي مش هايك عملين القصة عندنا نحن لموارني ليش معمولي هايك ما بعرف طيب عسى أن تفرج في الـ 2015 نحن وقتنا انتهى قبل ما نعيدك نرجع عن جديد في الـ 2015 نعاد عليك بالخير ونتقدم لك بأطيب الأمنيات شو أميتك توقعاتك سياسيا لهذه السنة نعمل رئيس بأول السنة الجنرال عون يعمل رئيس منيحة للبنان كتير وسعد الحريري رئيس حكومي يعني أنا هذا الباكتش بدي إياه أنت وزير شو أنا كتلتي أو بترشحني أو لا مش تكتلي تكتلي ما في نوع كتلتي كتلتي محبا هي كتلس مال عليك نجيب وزير من صغارتها عال وما أنا معه إذا بيجي إذا بيجي كل صغارتها في أحلى منهم أحلى وزراء عم يجيوا هني الوزراء تبع كتلتنا شكرا لأقلاتك شكرا لكم يمكن وضحنا طير أمور بالسياسة نتمنى كمان عن جديد السلام إلى حفيتك يلي أبعدتك عن الأمور السياسية بهاليومين عن جديد ينعاد عليك شكرا لحضورك مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة نعود ونلقاكم في حلقات مقبلة من حوال اليوم شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة